أعلنت مبادرة ارتقاء عن استعدادها لتقديم أجهزة الحاسب المكتبية وذلك للاستفادة من منصات التعليم العام والعالي لتمكينهم من مواصلة العملية التعليمية وقالت المبادرة عبر تويتر أنها مستعدة لتقديم أجهزة الحاسب المكتبية لكافة الجهات المستفيدة وذلك للاستفادة من منصات التعليم العام والعالي لتمكينهم من مواصلة العملية التعليمية معنا من الدمام الموديل التنفيذي للجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات ارتقاء دكتور صالح القوم دكتور صالح ألم بك معنا يعني بداية في حساب الجمعية على تويتر طرحتم سؤالا عندك جهاز حاسب ما تحتاجه تفاصيل أكثر عن هذا السؤال يعني كذلك من هم المحتاجون لهذه الأجهزة وإذا كنت أنا عندي جهاز زائد ماذا أفعل شكرا جزيلا ابتداء ونسأل الله عز وجل أن يرفع هذا الوباء عننا في بلادنا الحبيبة وعن كافة بلاد المسلمين والعالم أجمع كما تعلم نحن في القطاع الثالث علينا مساهدفات كبيرة جدا في رؤيتنا المباركة وكما تعلم أن التعليمات أو الوضع الاستثنائي اللي نعيش فيه في المملكة كان هناك توجيه من خادم الحرومي الشرفين وسمولي عهدي الأمين بأن تطلع كل الجهات بالمساهمة في الحد من الآثار على هذا الوضع اللي نحن فيه فكانت ارتقاء كجمعية خيرية تعنى بإعادة تأهيل الحاسبات الآلية بتوجيه من مجلس الإدارة وأيضا بحرص مباشر من سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبة بأن نساهم في هذا الأمر كما تعلم علقة الدراسة في المدارس هناك عدد كبير جدا من أبنائنا المنتسبين للجمعية الخيرية والأسر ذات الدخل المحدود وكذلك الأرامل والأيتام مما لديهم أبناء في المدارس لا يمكن الحصول على الإمكانيات المتاحة من خلال منصات وزارة التعليم فكانت ارتقاء أتاحت الفرصة مباشرة أو تساهم بدورها بناء التوجيهات المباشرة أيضا من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمساهمة في الحد من أثارها ولتمكين الطلاب المنتسبين للجمعيات الخيرية ومراكز التنمية الاجتماعية ومراكز الأحياء للمواصلة تعليمهم فما لديه حاجة أو طلب يتوجه مباشرة للجمعية لأنهم في قوائم الجمعيات أو المراكز الأحياء أو للجهات ولله الحمد والمنى بدأنا تقريبا من يوم الأحد بتوصيل الأجهزة طيب دكتور فقط لضيق الوقت ما لديه جهاز لا يريده ما الذي يفعل؟ كيف يتواصل معكم؟ مباشرة من خلال حساباتنا المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي أيضا من خلال الرقم لدينا الرقم 8144424 بالإمكان الاتصال أو من خلال موقعنا على الويبسايت تبع الجمعية مباشرة يحدد موقعنا وشركاءنا فيها المبادرة بإمكانهم الوصول إلى منزلهم واخذ الجهاز الحاسب الآلي ومن ثم نقوم إن شاء الله تعالى بتأهيل وإعداده بالمرابج المناسبة وتسليم المستفيدين من خلال الجمعيات اللي لديها قوائم من أبنائنا اللي يحتاجون مواصلة تعليمهم أعتذر منك لضيق الوقت كنت معنا من الدمام المدير التنفيذي الجمعية الخيرية لتأهيل الحاسبات ارتقاء الدكتور صالح القوم أشكرك جزيلا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر